أعلنت وزارة صحة أن مجموعة من أخذ التطعيم حتى مساء أمس الأحد قد بلغ مائتين وثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين شخصا وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لذات اليوم تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ ستة آلاف وخمسمائة وخمس عشرة حالة تطعيم هذا وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19 بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ومن خلال رفع وتعزيز المناعة بواسطة التطعيمات لتوفير أقصى درجات الأمن الصحي في مملكة البحرين